يتشابه هذا المشهد إلى حد كبير مع ما يجري في العالم العربي من احتجاجات ومظاهرات لكن الحجد هذه المرة تجمع في العاصمة الإسبانية مدريد عشرات الآلاف تجمعوا في الشوارع تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية وعجز الحكومة عن تحسين أحوالهم المعيشية ورغم الحظر الذي فرضته المفاوضية الإسبانية للانتخابات على التجمعات قبيل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها الأحد المقبل إلا أن المتظاهرين لم يبالوا وأصروا على إيصال أصواتهم التي تئنوا بالشكوى الحكومة تريد تخلي عن نظام رعاية الصحية والتعليم نصف الشباب عاطل عن العمل في وقت تم فيه رفع سن التقاعد إنها حملة شرسة على المزايا المحدودة التي لا تزال الدولة تقدمها لنا إن جاز لنا أن نسميها مزايا ومن المتوقع أن يمنى الحزب الاشتراكي الحاكم بهزيمة كبيرة في تلك الانتخابات حتى في الأكل التي يتمتع فيها بقاعدة جماهيرية قوية وذلك بعد أن تجاوزت نسبة البطالة بالبلاد العشرين في المئة الحكومة لم توضح كيف ستتعامل مع المتظاهرين أو ما إذا كانت ستلجأ للقوى لتفريقهم لكنها تدرك جيدا أن هذا الاحتمال قد لا يزيد الأوضاع إلا سوءا وربما ما يعزز الشبه بين هؤلاء الغضبين في مدريد وأولئك الذين يخرجون في أنحاء مختلفة من العالم العربي مطالبين بإسقاط أنظمتهم الحاكمة هو أن كلاهما لا ينتميان لأي تيار سياسي بل هم مجرد مواطنين عاديين يتطلعون لغد أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر